اينما كنتم حياكم الله مشاهدين كرام وحلقة جديدة من برنامج بلات اسبورت مشاهدين كرام حلقة اليوم سنتحدث فيها عن نتائج الجولة الثالثة من دور نجوم العراق ذهابا إلى استعدادات المنتخب الوطني لمباراته المقبلة يوم الخميس المقبل امام المنتخب الفلسطيني هنا في البصرة ضمن تصفيات كأس العالم ولكن بداية دعونا نمر إلى أبرز العناوين البداية من الشرطة والذي زاحم الكبار بعد الانتصار المهم بهدف وحيد على حساب الطلبة في ديربي بغداد هذا الفوز الصعب لنادي الشرطة ذهابا إلى انتصار القوة الجوية بهدفين لهدف على حساب نفط البصرة هناك في البصرة ليصل إلى نقطته السابعة في الدوري وأخيرا المنتخب الوطني باشر استعداداته للمبارات المقبلة أمام المنتخب الفلسطيني برسم التصفيات المؤهلة للمونديال المقبل إذن مشاهدين كرام كانت هذه أبرز العناوين دعوني وراحب بضيفي في الستوديو الكابتن ونجم المنتخب الوطني العراقي السابق الكابتن سعد عبد الحميد مساء الخير كابتن مساء النور عليك محمد وعلى برنامجك جميل والخوان الموجودين خلف الكاميرات أهلا وسهلا بك إذن مشاهدين كرام نبدأ البرنامج بالحديث عن الجولة الثالثة من دور نجوم العراق هذه الجولة التي انتهت يوم أمس بلقاءات مهمة وبنتائج مهمة أيضا من خلال هذا الدور دعونا نمر على نتائج الجولة الثالثة دعونا نمر على نتائج الجولة الثالثة جولة الثالثة التي انتهت أمس وكانت قد انطلقت الجولة الثالثة بلقاءين اللقاء الأول الذي جمع قرما والحدود وانتهى لمصلحة القرما بثلاثة أهداف لهدف والمباراة الثانية التي كانت ما بين الميناء والكرخ والتي انتهت لمصلحة الكرخ بهدفين لهدف وذهبا إلى مباريات يوم السبت وكانت هناك أربع مباريات المباراة الأولى والتي انتهت بالتعادل ما بين الأربيل والزوراء هناك في أربيل زاخو بخماسية كاملة على حساب كربلاء وهي النتيجة الأكبر ضمن هذه الجولة الثالثة ذهابا إلى مباراة الشرطة والطلبة هذه المباراة التي انتهت بفوز مهم للشرطة بهدف دون رد مباراة ديالا والقاسم انتهت لمصلحة القاسم بهدف دون رد ومباريات يوم أمس التي جرت ضمن الجولة الثالثة الكهرباء بهدفين لهدف على حساب نوروز ونفط ميسان تعادل مع النفط من دون أهداف وهي المباراة الوحيدة التي انتهت بالتعادل في هذه الجولة القوة الجوية انتصر على مضيفه نفط البصرة بهدفين لهدف وأخيرا مباراة النجف واتهوك والتي انتهت لمصلحة تهوك بهدف دون رد وكانت هذه نتائج الجولة الثالثة بداية مع الكابتن سعد عبد الحميد كابتن إذا ما تحدثنا عن مجمل ما جاء في هذه الجولة شاهدنا الفرق الجماهرية تحقق العلامة الكاملة في هذه الجولة باستثناء المتصدرين قبل انطلاق الجولة أربيل والزوراو والتي انتهت مباراةهم بالتعادل بهدف لكل أكيد بالبداية باسم العلامة التعيير لك مباراة ثانية أكيد مباراة جولة الثالثة قبل التوقف الدولي لمباراة منتخب الوطن أكيد شاهدنا فرق بقد مستمر على وضحها بالصدارة شاهدنا اليوم خمس فرق بسبع سبع نقاط شاهدنا مستويات جيدة خاصة مباراة جوية مع النفط البصرة الكهرباء مع نوروز دهوك مع النجف كانت مثيرة جدا يعني مباريات جيدة مستوى كان أفضل شاهد من جولة إلى جولة تكون المباراة أحسن حتى نسبة الهداف شاهد الجولة الأولى شاهدنا نسبة الهداف ممكن ما عبرت العشرين الجولة الثانية عشرين الآن الجولة الثالثة 23 هدف يعني أكو تحسن على مستوى تزييل الهداف وحتى بعض أحيان على مستوى الفرق يعني شاهد كل جولة تخرجنا مباراةين على الأقل ممكن على أقل حد مباراة واحدة تكون مباراة جميلة حتى في هذه الجولة قد تكون مباراة وحيدة انتهت بالتعادل السيبي بدون أهداف نفط ميسان والنفط وبالتالي كل مباراة شهدت أهداف هذه الجولة يعني أكو أكو تحسن حتى قلت لك عن المستوى يعني تزييل الهداف خاصة متكلم على الجوية مباراةين يتأخر ويرجع يعادل ويتقدم وحصل ست نقاط من الفرق البصرة شاهد ممكن كارباء أيضا يوم ما يقدم مستوى جيد يتأخر بهدف ورجع عادل ورجع سجل هدف الفوز يعني هاي نقول من الأشياء الجميلة جيدة عند بعض المدربين يتأخر ويرجع يعني يتعادل ويرجع يسجل هدف الفوز يعني أكو تحسن بالأداء شاهد مستوى اللاعبين بعض الأحيان طرق اللعب اختلفت من نادي إلى آخر وهذا يمكن ما شاهدنا خلال الجولة الثالثة طيب ننتقل إلى الزميل أحمد الجنابي من الديوانية مساء الخير أحمد إذا كنت تسمعني الجولة الثالثة من دور نجوم العراق أفرزت عدد من المباريات المهمة وبالتالي نتائج مهمة جاءت في هذه الجولة ورأينا المستوى المتصاعد فنيا في هذه الجولة الثالثة للدور مساء الخير عليك أستاذ محمد وعلى الكابتن سعد عبد الحميد بالحقيقة الجولة الثالثة الجاين شوفها بالدور العراقين وجولة عن جولة هناك تطور في الأداء وتطور في النتائج والسماء الذي أخذت تأخذ سماء جميلة في الدور العراقي هو السماء الهجومية خاصة أن هناك مثل ما أقلت أنه تعادل واحد والذي نفط ميسان والنفط ناهيك على أن هذه الجولات الثالثة في الدور العراقي فيها سماء جميلة أخرى أنه بدأت بمنبه مبكر جدا على أن هذا الدور فيه منافسة ثلاثية وهنا أقصد بتأكيد نادي الشرطة ونادي القوة الجوية ونادي الزوراء كل الفرق الثالثة التي ذكرتها تجمع سبعة نقاط من ثلاثة مباريات الزوراء بدأ في مبارتين فوز وتعادل صعب ملعب أربيل عندما أخذ نقطة من أربيل كان فريق أربيل فريق جيد وكذلك فريق القوة الجوية الذي بدأ متعثر ثم فاز في مبارتين وسمة العودة للمبارات في أشوط الثاني تنبئ أن فريق الجوية فريق قوي رغم أنه كانت هناك عدة استفهامات على نوعية الاستقطابات التي استقطبها القوة الجوية وكذلك الاستفهامات الكبيرة أكثر على نوعية المحترفين الذي طالما نادر القوة الجوية كان يستقطب نوعية لاعبين غير منتجين غير مثمرين هم المحترفين السمة الموجودة أعتقد فيه خلال الثلاثة جولات الثلاثة لاحظتها في نادر القوة الجوية على وجه التحديد يعني رأيت أنه هناك تكتيك عام يعني تكتيك جمعي في فريق القوة الجوية أكثر تقريبا من الشرطة والزورة كذلك نادي الشرطة يعني نادي الشرطة فريق قوي فريق لديه نجوم أعتقد هذا الدوري سيكون المنافسة الأخيرة والحصاد الأخير للفريق الذي يملك دكة أقوى ودكة أكبر من عدد اللاعبين الموجودين بالفعل وهذا ما من الممكن أن نشاهد في الجولات المقبلة لدوري نجوم العراق مشاهدين كرام دعونا نمر إلى ديربي بغداد الذي جمع الشرطة بطلبة هذه المباراة التي انتهت بهدف قاتل للشرطة في الدقائق الأخيرة من وقت المباراة وبالتالي حقق الانتصار والنقاط الثلاثة على حساب الطلبة بهدف دون رد ويتقاسم الفريقين نقاط هذه المباراة فهد فهد هدف قاتل 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 محمد داود يسجل للشرطة هدف أول بخطأ من حارس المرمى فهد طالب محمد داود البديل 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 يشعل الفتيل على مدرجات ملعب الشعب الدولي ولجمهور القيتار الخضراء بهدف أول في مرمى الطلبة محمد داود يستغل الخطأ لحارس المرمى فهد طالب خروج غير موفق لفهد يستغل محمد داود ويسجل هدف هدف قاتل للشرطة الشرطة يسجل هدف قاتل في مرمى الطلبة لاحظ التمريره لاحظ الأسيس وخروج غير خاطئ لفهد يستغل محمد داود يضحى في المرمى يضحى في المرمى الشرطة يتقدم على الطلبة بهدف الشرطة يتقدم بهدف على الطلبة بهدف قاتل عن طريق اللاعب محمد داود وللمباراة الثالثة على التوالي محمد داود يسجل لفريق نادي الشرطة محمد داود وهدف قاتل في مرمى الطلبة واعتقد بطاقة صفرات اذا كان هذا هدف محمد داود في مرمى الطلبة والذي منح من خلاله الشرطة ثلاث نقاط مهمة اوصلت الفريق الى النقطة السابعة كابتن سعد هدف قد يكون بخطأ قاتل من فهد طالب وبالتالي منح الشرطة ثلاث نقاط وكانت المباراة ذاهبة الى التعادل السلبي بين الفريقين انا شوف محمد اتمنى قبل ما اتكلمك على الهدف وعلى المباراة اتمنى اللاعبين الكل ان طريقة نزع الدريس مشكلة نعم اتمنى لك مشاكل انت احتمال ما اخذ نذار وما تدري ونزاعة وخيط كار تعمر وخلص راح تأثر على الفريق والمباراة احتمال بعدها يمكن بعدها شوط الثاني بداية ايش بداية شوط الأول وراح سبب مشكلة لفريقك فاتمنى من اللاعبين خاصة اللاعبين المنتخب الوطني يعني قبل فترة انا يمكن مصطفى سعدون سجيل هدف التعادل على الميناء نعم نزع الدريس وحتى المدرب المنتخب تكلم معاقل الدريس يعني بتشير الشر اللي قالت بعد ما ينزع الدريس انت مدافع يعني انت سجلت وعدك اندار تغندار خلص اوت فمباراة الشرطة اكيد كانوا بمستوها يعني تمنينا نحن المباراة تكون دربي يعني دربي مثل ما كان الزوراء مع الجوية تطي كل ما عدها لكن ماشي من المستوى كان يعني اقل يعني متوسط اه عملوا المدربين يعني كابتين نحن مصارك كابتين باسم اكيد ممكن يحملون مع اللاعبين للوصول الى الجاهزية والمستوى الجيد تطبيق الواجبات من خلال اه تدريبات وعطاء الواجبات لللاعبين داخل نعب بعض الاحيان تكون هناك يمكن عدم تطبيق هذه الواجبات وما تخيلك المباراة تدريبات الطلبة غير مقنع حتى الجولة الثالثة يعني اذا تريد تقارن الطلبة بالفرق الجماهيرية اعتقد نفس الحناصر الحناصر كلها جيدة حناصر محترمة مثل المتقبات الوطنية لكن بعض الاحيان اعتقد الفارق انسجامي قد يكون بعض الاحيان يختلف نوعا ما عن باقي الفرق الشرطة نفس اللاعبين حتى التغييرات اللي عمليين كانت من احمد صلاح خلال الشرطة الثاني دخول بسام واحمد فرحان ومحمد داود يعني بسام شوف اكميزة باحمد فرحان وبسام يعني اللاعبين هذول الثانيات هم اللي عندهم مكانية بملعب منافس من يستلمون كرة يحتفظون بها بصعوبة تنفقد من عندهم لان مكانيتهم التكنيكة العالية والمهارة العالية تعطيهم الافضلية الحيازة على الكرة بشكل كبير جدا وبشكل جيد يعني ما عليك تعطي فرصة لللاعبين اللي موجودين من الخلف انه يتقدمون عليهم على مودة يكونك اسناد من الخلف يعني حتى يمكن الهدف الوشاد الهدف الخطة اللي صار يعني هو خطة مركب من المدافعين ومن الحارس بالفعل يعني انتشاد ممكن حتى فقدان التركيز في الدقاق الأخير يعني المشوف اربع مدافعين اربع مدافعين واقفين مهاجم واقف محمد داود كان عبا اليمين انطلق والمدافعين واقفين انت لازم يتخلي لك انت لازم يكون واحد نلاعبين القلبين دفاع الثاني نحن دائما نتكلم معدنا صارت مشكلة يعني كبيرة جدا حتى على مستوى الاندي ومستوى الانتخابات نعم قلبي الدفاع حتى على مستوى المحترفين يعني حتى الاندي افتحقت مع المحترفين بعض الاحيان يخرج لك لاعب واحد او اثنين يكون جيد في هذا المركز وبعض الاحيان ماك ما موجود ولا لاعب بالفعل يعني انت متلاعب كرة طويلة فعليك انتركز على اللاعب الموجودة همك واللاعب الرحي يجي منطلق من الخلف هذا ما سواي محمد داود لانطلاق السريع عبر المداثعين بقواف الميك دا محمد داود لاعب يترك السرعة الخطة الثاني فهد طالب وما كان قصد انه يعني يقطع بس يكون قدم اقطع لكن هي المشكلة الحركة مالتها خلص اير صحيحة يعني انت ماكو داعي الحركة الانزلاق وتلعب انت هي جاي الكرة اما تخليه تطب بالارض وتجي انت بلاخ المطاعش بحضمك او انت واقف تبعدها بعاد وخلص انتهت دقيقة 98 مشكلة وباقي لك اربع دقائق اختبافي دقيقة 98 وقت يعني جدا صعب صعب وترجع يعني انت راح تخلي اللاعبين كله تفقد الامل حتى تفقد الامل التركيزين فقد واذا ما حصل يعيكون القدم فرصة يمكن صارت حسمة المباراة حصل اثناء ثلاث مقاط بالفعل بالفعل احمد يعني مباراة الشرطة والطلبة هذه المباراة يعني لحد الجولة الثالثة الطلبة غير مقنع من خلال المستوى الفني وبالتالي حتى جماهير الطلبة المحبة للفريق غير مقتنعة بما يقدم الفريق يمتلك أربع نقاط في رصيدة وبالتالي الخسارة أمام الشرطة كانت مؤثرة على باسم قاسم وعلى الطلبة في المباراة بداية أستاذ محمد أنا أتمنى من وسائل الإعلام المتابعين المحللين أنه بالفترة القادمة عندما يلتقي الشرطة والطلبة أن نشيل كلمة ديربي من هذه المباراة يعني ما أتعجب يعني لماذا نسمي هذه المباراة ديربي يعني تجي للمدرجات ما بها تقريبا الفريقين ما عدهم خمسة آلاف مشجع تجي للمستوى الفني أنا أخاف أحكي بالمستوى الفني أنا أعذرني ما أقدر أسالف عن المستوى الفني لأن أطلع أحد المتآمرين على المدرب المحلي والمؤامرة الكبيرة جدا للإطاحة بسمعة ومستقبل المدرب المحلي هاي المودة الجديدة اللي طاعتنا بوسائل الإعلام واللي محا جاي يوقف يقولهم يقولهم أداءكم السيء يخلي الناس نحتي إحنا من يكون أداءكم الفني سيء إحنا من حقنا نحتي مو من نحتي نطلع إحنا ناس ضد المدرب المحلي وهاي المسرحية السمجة جدا يعني الديربي قلت لك يعني لا يحمل من اسم الديربي فقط الحروف أنه داءوا يا وراءوا وباءوا يا يعني كل الفريقين لم يقدم ما يشفع لهم كانت مباراة رتيبة مباراة ضائعة تحس الفريقين ما متجانسين وأعتقد هذه نتيجة طبيعية خاصة أنه إذا أكون مدرب ملتهي بانتقاد مدرب المنتخب مالتا فما عدا وقت يدرب فريقه وما عدا وقت يشوف النقاط الضعف في نادية فلذلك تكون هذه النتيجة أعتقد أنه المدرب الناجح أنه يلتفت الفريقه ينظم فريقه يخلي فريقه يلعب كرة قدم وبعدين خليه يروح يطلعب وسائل الإعلام وينتقد مدرب المنتخب الوطني ومدرب الفلان الكبار الشرطة كان قادم من خسارة ثقيلة في دورة أبطال آسي أمام الزلال بخمسة أهداف وبالتالي هذه المباراة كانت مهمة له على صعيد استعادة الروح من خلال تحقيق نتيجة إيجابية وهو ما حدث في اللقاء ولكن على المستوى الفني الشرطة لم يرتقي إلى هذه اللحظة إلى المستوى الذي من الممكن أن يشفع له في المنافسة بشكل قوي إن كان في البطولة المحلية وحتى في البطولة القارية دورة أبطال آسيا أنا بالنسبة إليه أكو أنا صريح الشرطة حتى بالجولات المقبلة ما رح يرتقي لمستوى النجوم اللي عنده الشرطة يحتاج قائد جديد قائد فني مستوى عالي جدا الفريق اللي يريد نجوم اللي يريد دكت تحتيات قوية يحتاج إلى قيادة فنية كبيرة وقيادة متمرسة أعتقد الشرطة بالفترات المقبلة سيعيد كرة ظهوره في مباراة الهلال والطلبة هو فاز بالصدفة على فريق الطلبة بخطأ كبير جدا من الحارس في هذا الطالب أعتقد هذا سيتكرر السيناريو وسيفقد نقاط كثيرة وهذا ما يعجل رحيل المدرب الحالي وأنصح إدارة الشرطة بأن تكون اختياراته دقيقة جدا وكبيرة جدا للمرحلة المقبلة لما بعد المدرب الحالي إذا كان يفكر بالاحتفاظ في الدور العراقي وكأس العراق بالفعل وما قدم الشرطة في مباراة الطلبة كابتن سعد عنده في المداخلة معك أحمد استاذ أحمد شونك عيني نعم هيا استاذ الكابتن الله يخليك شوف القادة الفنيا عن كابتن أحمد صلاح تقدم اللهم الموسم الماضي بطل الدوري والموسم الماضي بطل الدوري يعني مع الشرطة وأغلب اللاعبين وبين 9% موجودين مع نفس اللاعبين ومع نفس الطاقم التدريبي كابتن مؤمن سليمان أنا أدري مؤمن سليمان المدرد لا لا أحمد صلاح مؤمن سليمان مدرب الشرطة لا هو كمل اللي أخذ الدرع مؤمن سليمان المصري لا لا بس خلنا نكمل بالسجلات بالتاريخ سجلوا باسم من كابتن كابتن كمل هو كمل الدوري اللي اللي متبقى 4 مرايات 5 مباريات هو كمل يصير مناصفة مع مؤمن سليمان مع أحمد صلاح خلص هو كمل مع الفريق الدوري بطولة العربية اللي صاد في السعودية يعني لعب نصف نهايي خسر مع النصر والمركز الرابع أعتقد ولكن مستوى البطولة الأندية العربية يختلف عن بطولة دورة أبطال آسيا أنت تلعب شوف صار كلام كثير على خسارة الشرطة مع الهلال الهلال الآن في الدوري السعودي الفرق كل تعامل من عدة على مستوى آسيا كل تعامل من عدة قبل يومين مباراة مع الأهل السعودي كان متأخر ورجع أفاس يعني عدة الإمكانية والقوة والشجاعة أنه يقدر يفوز على أي فريق وداما يعني عدل المباراة الأهلي داما كان يحصل من مباراة حتى في الدوري أول ربع ساحي يسجل هدفين أو هدف يسجل لكن مباراة الشرطة مع الهلال طبيعي جدا أنت تلعب أمام قبل ندخل سعودية قلنا اللاعبين يعني اثنين منتخب سعودية واحد منتخب برتغال واحد منتخب برازيل اثنين منتخب سربيا يعني تتريد لاعبين على مستوى عالي يعني نحن مدرب بعضها حان يعمل طيب أحمد يعني كابتن سعد يقول أن الخسارة مع الهلال كانت متوقعة وقد تكون خسارة طبيعية للشرطة باعتبار قيمة اللاعبين في نادي الهلال أكبر فنيا من اللاعبين متواجدين في نادي الشرطة وبالتالي كل فرق تعاني من نادي الهلال إن كان في الدوري السعودي وإن كان في دوري أبطال آسيا أستاذ محمد أنا دائما أقول الجمهور العراق ذكي والصحف العراقي الرياضي ذكي إذا ما كان لديه دوافع أخرى شوف أنت متابع أنت أستاذ محمد وحتى الكابتن سعد عبد الحميد متابع السوشال ميديا في العراق وخاصة الفيسبوك الطيني الهجمة اللي صارت على أحمد صلاح صدقني ما صارت هجمة ليش لأن الجمهور العراقي مثل ما قال الكابتن يعرف الفوارق الفنية والفوارق الاقتصادية والفوارق اللوجستية ما بين الهلال وما بين الشرطة لكن شوف أنت ردت فعل حتى جمهور الشرطة مفاسو على الطلبة شوف ردت فعل جمهور الشرطة على المباراة ليش لأن الجمهور يدري أن هذا الفوز كان يعني ضربت حظ يعني خطأ من حارس وكان الأداء مو جيد يعني اللي جاء يصير أكو تحليل منطقي للأحداث في المباريات أنا أتفاجأ من يقولون أكو هجمة صارت ورا مباراة الهلال صدقني أنا متابع حتى متابع للفيسبوك وناس كلنا تفصيليا نعرف الفيسبوك أنا أجزم لك صحفي واحد كتب قال فضيحة ما شفت لي صحفي ثاني برنامج ثاني نعم جمهور قال فضيحة ليش؟ لأن نحن نعرف نادي الهلال للمكانيات مالتا كبيرة جدا لكن بنفس الوقت هسا أنا منحتيت حتيت على لعبة الطلبة ما حتيت على لعبة الهلال ليش؟ لأن حتيت على الديربي قلت الديربي ما ما إلي شي من الديربي نعم المستوى الفني موجي الأداء أحمد أنا منتفقه أن الديربي لن يكون بمستوجي نعم خلينا أحمد نذهب إلى المباراة الثانية أنا ما أتقدم مباراة الهلال نعم خلينا نذهب إلى المباراة الثانية في مباريات اليوم وهي مباراة نفط البصرة المستضيف للقوة الجوية هذه المباراة التي انتهت بفوض صعب للقوة الجوية وبهدفين لهدف هذه المباراة التي وضعت القوة الجوية مع الفرق المتصدرة لترتيب الدور مع انتهاء الجولة السابعة بسبع نقاط رسلان وإبعاد خاطئ وتبقى المحاولة قول الله 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 شوف شوف نفط البصرة إبعاد خاطئ كان من جيرال وبالتالي سدد 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 الكرة علي خليل ليتقدم نفط البصرة بأول أهداف في المباراة ذكرت منه تحرر 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 نفط البصرة ويأتي بكرة عودة لفريق القوة الجوية تسديده الله قوة الجوية ويسجل هدف التعادل هدف التعادل شوف الكرة الله الله لسعد عبد الأمير بلمسة لعلى عباس يحاول الآن وحكم المباراة ركلة جزاء سعد عبد الأمير بمواجهة حسان مهدي سعد يتقدم سعد لقوة الجوية سعد يتقدم الله سقور العاصمة بغداد سقور العاصمة بغداد القوة الجوية تحلق عالية عالية في سماء البصرة في سماء شط العرب في سماء السياب عازمة على التحليق هنا وفي كل مكان عازمة على التحليق السطور القوة الجوية من خلال هذه المباراة وبالتالي سعد سعد حطها على اليمين قوية 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 موسيقى موسيقى نقاط كابتن سعد مباراة كانت جميلة جداً ما بين القوة الجوية ونفط البصرة تقدم نفط البصرة وعادل القوة الجوية ومنح سعد عبدالأمير الفوز للقوة الجوية من يشاهد القوة الجوية في ثلاث مباريات إضافة إلى مباراة دوري أبطال آسيا يرى بأن المستوى الفريق بدأ يتصاعد من مباراة إلى أخرى يعني رغم التعب الذي حصل مع مباراة للاتفاق وتأخرهم برجوعهم لأبغداد إلى وضاع اللي حصلت في المنطقة والذهاب إلى البصرة يعني ذهاب إلى البصرة بطائرة يعني دورة رئيس الوزراء أمر بتخصيص طائرة خاصة لرجوع نادي القوة الجوية لأبغداد أكيد ها يكونها تعدوا اللاعبين عم كشاهدنا المباراة الشهر أول نفط البصرة قدم أداء يعني مقنع دفاعياً بشكل منضبط أداء تكتيكي منضبط جميل جداً وتقدم وتقدم اعتمد على المرتدات الكرات المرتدة علي خليل حسان مالك يعني كانوا من أفضل أفضل لاعبين اللفط البصرة في هذه الشوط يعني سجل لاعب سجل وسدد على المرمى وصنع كرة يعني فرصة لحسان مالك يمكن هاي عقبة هاي عقوبة لهم يمكن ضاعت الفرصة صاد عليهم هدفين الشوط الأول نعم لهم سجلة كان خرجوا لغربة الملابس يعني متقدم هدفين لكن الشوط الثاني صارت بعض الممكن نقول طلعوا من هذا الوضع الدفاعي المتماسك الجيد العالي المنضبط صارت هناك فراغات المقابل بتغييرات القوة الجوية يمكن شهادنا يمكن خط الدفاع الشوط الأول ما تكلم على جرار الخطة رسلان الخطة زي التحسين ما كانوا يعني موفقين في هذه المبارات نعم التغطية تركيز الكفر البلانس اللاعب البعيد مصطفى وليد كان غير ايضاً موجود في هذه المنطقة تسجيل هدف الشوط الثاني تغييرات وكانت منطقية واقعية وجيدة جداً دخول هيران من افضل لاعبين علي شخوان ايضاً دخول ارنولد خروج رسلان احد من نوع بعض الحيان وضع الفريق اصبح جيد التواصل بين الخطوط صار اصبح افضل يعني شهادنا حتى زياد العددية معها على عباس الشوط الاول شبنا على عباس موجود الحالة يعني الوعدة في المقدمة يعني عدم وجود اصناد هذا اللاعب الشوط الثاني يمكن له شهاد الهدف الاول اللي يحصل كرة زي التحسين صناعة رسلان الى على عباس يعني اللاعبين قلبي الدفاع كانوا موجودين نعم بالعشرين خمسة وعشرين يارد منطقت لفريق المنافس نعم يعني كانوا هناك وبالتالي انتصار مهم للقوة الجودة انتصار الكرة الثانية لعبت بشكل جيد من بشار بالكعب يعني حتى شوفوا لشكة كشوط الاول كانوا جيدين نفط البصرة بالورق الدفاعي الشوط الثاني تخلوا عن هذا الوضع يعني اندري فادينيج يعني اعتقد لاعبين مو مدرب هو وراد نفس اللعب ان يكون نعم شوط الثاني نفس ما شوط لول لكن بعض الاحيان سرعة المباراة شوط الثاني الجوية صار عدد زياد العددية لأمار قيمة الفريق الخصوم التغييرات اللي أصلت صار غدب الثاني دقة تسعة وسبعين وخرج بثلاث نقاط جدا مهمة رغم الوضع الصعب المربي خلال من كل فترة ماضية مباراتين مع في بطولة آسيا اثنين يعني نكون ماشي في الطريق الصهيح موجود مع الفرق الخمسة المصدارة نعم من ضمن السبع نقاط وايضا نتني على نفط ميسان محمد يعني معي على عبد جبار بالفعل بالتجاهز الصحيح سبع نقاط سبع نقاط يعني يوم أمس ما استغل لنقص مع النفط لحشر طرد لاعب من هذا النفط ايضا ممكن كان يوصل النقطة التاسعة ويتصدق في صدرات المجموعة ويلا بهاي العشرين يوم الراحة هو في أفضل حالاته نعم نتمنى التوبق إليه ويضا حتى عاد النعم مع النبوط كان جيد في هذه المبارات بالفعل أحمد مبارات نفط البصرة والقوة الجوية هنا أريد أن أأخذ من عندك رأيين رأي كصحفي ورأي الآخر كمشجع لقوة الجوية القوة الجوية هل المستوى هذا الفريق بتصاعد من مبارات إلى أخرى مع الفوز المهم على التعاون هناك في السعودية والله أنا قلت قبل شوي القوة الجوية يعني جاي يبدي بداية تصاعدية والشيء الحلو في القوة الجوية في هذه الثلاث جولات جاي يشوف النسق الجماعي في الأداء للفريق كمنظومة بدأ يتضح الملامح الفريق يعني بدأ أعتقد أنه بدأ يهضم طريقة المدرب وسام رزق ولذلك جاي يشوف الفريق عن لعبة عن لعبة جاي يتطور يعني خاصة المبارات نفط البصرة يعني كذلك سعد يعني ظهور المستمر الجيد يعني بس أقصد ككتلة فريق القوة الجوية الحلول متساوية لدى الجميع الفريق هذه أعتقد نقطة إيجابية في رحلته الطويلة في الدوري والكاس لكن بس أنا عدي ملاحظة وسيطة جدا أنه شي جميل أنه تعطي فرصة للشباب أن يأخذون فرصة مع فريق كبير مثل القوة الجوية لكن هذه الفرصة تأتي للشاب الموهوب جدا اللي يفرض نفسه يعني عالميا عدنا حاليا سأجد نشوف كلنا ياميل لا مال لا فريق الكتلان الفريق برشلونة وحتى تاريخيا في العراق الكابتن رحمه الله أحمد راضي حبيب جحفر سعد قيس حتى الكابتن سعد عبد الحميد يعني كانوا صغار السن جدا لكن مثلوا المنتخب الوطني الأول ليش مثلوا المنتخب الوطني لأنهم ولديهم موهبة مفرطة موهبة كبيرة جدا أهلتهم أن يلعبوا مع المنتخب الأول هنا نشاهد حديثنا في حالة موجودة في ناد القوة الجوية أعتقد الشاب الموجود أنا مارد أكسر مجاذيفا فيما يقولون الحارس الحالي الموجود في القوة الجوية على العبادي يعني إذا ظل وضع كذا يعني مثل حاليا يعني كشاب أعتقد رح يخسر القوة الجوية نقاط كثيرة الكل يعلم حراسة المرمى نصف الفريق نعم أعتقد هذه نقطة ضعف بالمقابل أحمد يعني بالمقابل علي خليل مع نفط البصرة مهاجم يقدم مستويات مميزة وبالتالي سجل في أكثر من مباراة يقدم مستوى مميز مع هذا الفريق وضد فرق كبيرة نعم نعم يعني فرق مثل نفط البصرة والكار يعني دائما ما هي تمتلك خامات لاعبين مثل ما ذكرت علي خينين الدور يعني بدت تطلع بخامات حلوة يعني الصراحة يعني إذا ابتعد عن مباراة القوة الجوية أسمح لي يعني أنا يعني رأي يعني كمتابع كمحلل نعرف في كرة القدم نسبيا أعتقد أنا شخصة أن مثلا لاعب بيتر كورغيس لاعب نادي دهوك يعني لاعب صراحة ثلاث مباريات عجبني جدا يعني لاعب مستوى عالي عجبني كذلك لاعب نادي الميناء سومر الماجد أعتقد الدوري بخامات حلوة والأدوار التي تأتي رح تفرز لاعبين على مستوى عالي إن شاء الله إن شاء الله وبالتالي علي خليل مع نفط البصرة يقدم مستويات مميزة كمهاجم لهذا الفريق مشاهدين كرام نذهب إلى المباراة الثالثة التي سوف نتحدث عنها ضمن سلسلة مباريات الجولة الثالثة وهي المباراة الأخيرة التي جمعت النجف بتهوك هذه المباراة التي كانت بين فريقين لم يحقق أي انتصار منذ انطلاق الموسم النجف بتعادلين واتهوك بخسارتين وبالتالي اتهوك يحقق فوز مهم على حساب النجف بالنجف بهدف دون رد شريعة لا سياما عرضية ملعوبة كرة خطيرة الشرق البحري قول قول يخطف كرة من بين المدافعين ويلعبها بيسارة إلى داخل الشباك ويحرز أول إهداف المباراة لصالح نادي ادهوك كرة جميلة 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 تلعب عرضية وبالتالي يستغلها الشرق البحري ويسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 67 من عمر المباراة الشرق البحري يسجل الهدف الأول في المباراة ويسجل أول أهداف المباراة وأول أهداف إدهوك هذا الموسم عجز إدهوك في مبارتين من التسجيل واليوم يسجل أول أهداف شوف الكرة اتمرت عرضية شوف انطلق من بين المدافعين ولعبها بيسارة اتمر شوف 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 العافة بيمينة أو بيسارة فعلا بيسارة وعانقة الشباك وأحرز من خلال هدف التقدم الأول لنادي دهوك واحد دهوك لا شيء نادي النجف هل تبقى النتيجة كما هي؟ إذن دهوك يحقق أول انتصار له في الدوري بعد الوصول إلى الجولة الثالثة بهدف دون رد على الفريق الذي لم يحقق أي نتيجة أو أي فوز حتى هذه الجولة وهو فريق النجف وبهدف دون رد كابتن سعد إذا ما تحدثنا عن هذه المباراة النجف على أرض ما بين جمهورة يخسر من القادم من كردستان بهدف دون رد دهوك الذي تحدث كثير عن هذا الفريق بأنه فريق يملك الكثير من المواهب ولكن لم يحقق النتائج المرجوة حتى هذه اللحظة شوف حتى خسارة مع الزورات في افتتاح الدوري نقدم مستوى جيد رغم أنه حصل على ثلاث نقاط كانت جداً مهمة رغم المشاكل اللي الآن موجودة وإن شاء الله تحل قدم مستوى طيب مستوى جيد يعني وصل الهدف للمرمى الزورة يمكن خاصة في الشرط الثاني في آخر الدقائق في ثلاث كرات نعم لو لا وجود ممكن الدفاع بصورة جيدة جلال أيضاً قد الموقف المباراة مع النجف يعني أيضاً كانت مباراة جيدة قدم بها مستوى طيب بالمناسبة سجل هدف واللغة برجح الحكم للفار نعم واللغة الهدف نفس الحالة نفس الحالة كرة جانبية التمركز والدفاع لمحمد جاسم الدفاع المدافعين كان غير جيد حتى الهدف لو شادنا ماسيس أرتين لاعب يقدم مستوى مميز ماسيس وبيتر كوركيس يعني يقدمون مستوى جيدة أيضاً تكلم على ساكري سنة أعتقدة الثالثة على التوالي مع إدهوك يعني العناصر شوف أي فريق يحتفظ بعناصر المهمة العاصرة الجيدة هذا هو فريق يكون فريق جيد العنصر الجيد والمهم اللاعب جيد وبالتالي هترى بأنها انطلاقة إدهوك في المباريات المقبلة مع التوقف الدولي مع مراجعة الأخطاء من الممكن أن تكون محمد ثلاث نقاط مهمة نعم عمياً من النجف وفي مرعبة بالفعل يعني قلت لك المباريات المقبلة كان جيد ما كان سيء بالعكس جيد وصل لمرمزة أوراة وراء يسجل لكن الدفاع والحارس كانوا جيدين وضبطين التركيز الذهنية كان جداً عالي لعدهم نعم أعتقد هاي ثلاث نقاط مهمة الفرق اللي حققت نتاج الإيجابية نقل خلال الجولة الثالثة نعم التوقف راح يكون جداً مهم بالفعل يعني سعادة الروح ترتيب الأوراق عشرين يوم الأمور اللي حصلت الأخطاء اللاعبين المصابين الوضع بعد بعض الحال يكون وضع مثل يحتاج إلى وضع بدني وضع مثل عن طريق التكتيك الدرب الفريق بشكل أفضل نعم هذه فرصة جيدة للفرق اللي حققت نتاج جيدة النجف يعني عكس العام العام شهادناه من أفضل حالاته من أفضل ما موجود ممكن على مرسنوات طويلة نعم بده مستوات جيدة أيضاً مع بعض اللاعبين احتفظ بالعناصر المهمة لكن يمكن من ثلاث مباراة نقطين أشوفها شوية صعبة يمكن نجف ما داماً كانت تكون وبالتالي التوقف من الممكن أن يستعيد شوف محمد طبيعي جداً يعني ثلاث جولات عندك بعض مباريات كثيرة جداً بالفعل تلعب ثلاث مباراة ثلاث مباراة فالتعويض موجود يعني هاي التوقف أصبح يمكن إجباري نتمنى من المدربين نتمنى من اللاعبين ترى ممكن نحن دائماً نتكلم نعم على المدرب مدرب الحمل الأكبر هو اللاعب اللاعب كيف وهذا بالفعل ما قال سيد عبدالغني شهد أحمد سيد عبدالغني شهد بعد المباراة تحدث وقال بأن الفريق لم يقدم شيء في هذه المباراة وعلى اللاعبين مراجعة أنفسهم من خلال ما يقدموه في أرضية الملعب بعد الخسارة مع تهوك بهدف دون رد حقيقة أنا أتفق نسبياً مع الكابتن عبدالغني شهد كانت المباراة خاصة لفت نظري محمد قاسم محمد قاسم كان الحاضر الغائب يعني ما أدري عدم استدعاء المنتخب الوطني قد أثق قد يكون أثر عليه نفسياً يعني ما أدري لأنه لاعبين يعني إذا كلنا ندري فريق النجف يعني ما تغير شيء من لاعبية تقريباً فقط محمد داود رجع على نادي الشرطة يعني علام هاوي مكنزي علي فائز يعني لاعبين هو محمد قاسم محترفين نفس المحترفين لكن فريق النجف كان بائز جداً وعاجز جداً نفس الوقت يعني حتى نكون منصفين المباراة يعني ما كانت منطقية تنتهي بهدف واحد يعني خاصة الشرط الثاني فريق دهوك يعني بستيار ذات لديه كرات يعني عرضية مواجهة المرمى يعني أربعة أهداف محققة كان فريق دهوك أفضل من فريق النجف يعني بالكثير بالكثير وأرجع وأقول لنفت النظر يعني أكثر شيء اللاعب بيتر جورغيس يعني كان المدرب مطيح حرياً وعلى الجوانب أكثر مناطق انطلاق الهجمات المرتدة الهجمات الاختراق إلى داخل البوكس كانت يعني بيتر جورغيس أنا اتفق تماماً مع الكابتن سعد عبد الحميد المبارتين اللي خسارة دهوك حقيقةً لم تحكس المستوى الحقيقي اللي فريق دهوك فريق دهوك قدم مباراة جيدة أمام الزوراء وحتى أمام فريق أربيل رغم المبارتين كانت في أرضه يعني لكن الصراحة ما حالف الحظ وأعتقد يعني دهوك يحتاج إلى منهي هجمات أو مهاجم من طراز خاص يعني الفريق التجاشف جاء يصنع جاء يوصل فريق لديه حلول كثيرة لكن رأس المثلث أو رأس النصل الموجود في مقدمة الفريق أعتقد ما موجود بالصورة اللي يتمكن دهوك أن يتقدم بعد أكثر لكن دهوك في جعبته الكثير حقيقةً وفريق قوي وفريق نعم يلعب كرة قدم حلوة وأعتقد هذا التطور بالمستوى يعني دهوك سيكون ربما أفضل ما قدمه من الموسم السابق بالفعل وما قدمه في مباراة النجف كان خير دليل على أن هذا الفريق يقدم ويمتلك الكثير من المستوى الذي يقدمه في دور نجوم العراق مشاهدين كرام دعونا نفتح الملف الثاني في حلقة هذا اليوم وهو ملف استعداد المنتخب الوطني للمباراة المقبلة المباراة التي يراها البعض بأنها مصيرية أمام المنتخب الفلسطيني هنا في البصرة يوم الخميس المقبل هذه المباراة تأتي في ثالث جولات التصفيات المؤهلة للمونديال المقبل ولكن بداية دعونا نذهب إلى استطلاع للرأي أجراه الزميل منافل موسوية حول رؤية الشارع الرياضي العراقي لأهمية مباراة المنتخب الفلسطيني ومدى استعداد المنتخب لأن يقدم في هذه المباراة الشيء الذي يليق بالكرة العراقية إجا العراق وجايب أسودة كاساس اختارت تشكيلة وبلش الوسط الرياضي بمساحة القراءة والتحليل والاستنتاج راح نأخذكم بجولة حتى نتعرف على آراء الجمهور بمبارتي العراق المقبلة أمام فلسطين وأمام كوريا خليكم ويالي كابتن برأيك هل ممكن أن تحمل مباراة منتخب فلسطيني أمام منتخب العراقي بعض المفاجآت؟ أول شي يعني سعيد بلقاء قناة العراقية العامة منتخب الفلسطيني شهادة مباراته أمام منتخب الكوري وأمام منتخب الأردني منتخب أشبه منتخبنا 2007 دي يقدم من أجل إسعاد بلده اللي دي مرون بالضروب صعبة كرة القدم ممكن تفاجئك حتى لو كنت تتملعب البصرة لكن إن شاء الله نقدم مباراته أمام الشقيق الفلسطيني ونتمنى لثلاث نقاط بهيتش الظروف ثلاث نقاط بالمرحلة لحاسمة التصفيات كأس العالم مهمة إن شاء الله بالأسام الموجودة بغياب زيدان لكن الأسام الموجودة إن شاء الله بيها البركة رأيك بعودة أيمن حسين إلى التشكيلة؟ أيمن حسين حاليا من أفضل المهاجمين وجودة مهم بالفريق شاهدنا غيابة أثر علينا بمتخب الكويتي وجودة ضروري بمتخب اليوم نريد نسألك عن التشكيلة اللي اختارها كأساس شن رأيك؟ هل تشعر بالرضا على هذه التشكيلة؟ والله يعني بصراحة عدنا ثقب هذا المدرب المدرب هذا أنا متابعة يعني ومتابعة لنتائج مالتوية المنتخب إذا نشوفها من ناحية أحصائية مو من ناحية لعبة بلعبة يعني أنت تشوف الأداء بالمجمل مالتوية وبصراحة أداء جيد يعني دباوح هو أكثر مدرب محقق انتصاراته إلى المنتخب العراقي نسبة إلى عدد اللعبات اللي لعبها عندك تعليق على التشكيلة اللي سحبها كأساس وخاصة عودة أحمد ياسين إلى المنتخب الوطني بعد فترة غياب؟ طبعا مناسبة يعني نحن نحترم وجهة نظر المدرب باعتبار أنه قرار الأول وأخير إلى المدرب باعتبار أنه مواقف المعسكرات ومواقف اللاعبين ومستوىاتهم وأداءاتهم ومستوىاتهم الفنية لكن حقيقة عودة أحمد ياسين باعتبار أنه فترة كبيرة ووقت كبير أنه ترك المنتخب يعني هذا عدم انسجامة مع التشكيلة ومع اللاعبين كذلك الفرق العمر اللي بأحمد ياسين نتأمل أن يكون بالمستوى المطلوب وأن يكون في فرما مع المنتخب ونتمنى المنتخب بأن يكون مستوى وصورة حقيقة تفرح الشعب العراقي والله أكيد نتمنى الفوز للمنتخب العراقي أكيد لكن المنتخب فلسطيني منتخب يعني لعبة فردي يعتمد على اللعبة الفردي أكثر شي وحرج المنتخب الكوري وتعادلوية وكذلك المنتخب الأردني لكن المنتخب العراقي يمتلك عناصر جيدة جدا من أضافة اللاعبين الجدد اللي هم لكاس يلمون وعودة أحمد ياسين للمنتخب كذلك احنا عدنا عدة لعبين يمتلكون الحلول الفردية واللعبة الجماعية أكيد ويالمدرب كاساس لاحظنا اللعبة الجماعة جدا ممتازوية فلسطين صحيح مو منتخب يعني جاي ممرون بفترة شوية تعباروها بس عنا ما نستهم بهم ثاني شي التشكيلة يعني أنا على ما أظن أي من ما رح يلعب بس إنما رح يسوي دافع معنوي أنه نزلت ما بالتشكيلة بس ما أعتقد يلعب لأنه جاي حسنا جاي يتمرن هو حاليا بس ما أعتقد يلعب وإضافة لغياب زيادة نقبال زيادة نقبال يعني غيابة رح ي مهم يعني يأثر كل شي على المنتخب ميمي ربما يكون بديل إيمان حسين شنو رأيك بأداء ميمي والله نحن نتأمل من ميمي أنه يعود يعني يرجع للفورمة إذا رجع للفورمة يعني يطلع حتى فوق ميمي إذن مشاهدين الكرام الكل متفائل في المباراة المقبلة للمنتخب الوطني أمام المنتخب الفلسطيني الكل يرى بأن المنتخب قادر على أن يحقق ثلاث نقاط مهمة له في مشوار رفيات تصفيات وبالتالي هذه المباراة قد تكون هي المباراة المفصلية للمنتخب في مسيرته في التصفيات كابتن إذا ما تحدثنا عن مباراة المنتخب الوطني أسماء جديدة في تشكلة المنتخب جاء بها سيد كاساس مباراة مهمة أمام المنتخب الفلسطيني وبالتالي هي المباراة قد تكون المفصلية إذا ما أراد المنتخب مواصلة المشوار في التصفيات شوف أقيد المنتخب الوطني الآن تحضيراته في البصرة يعني سلعات جديدة بس أعتقد أنه أقل بالعناصر هم اللي كانوا مع كاساس خرافقة طويل هم موجودين نعم محتفظ بهم عدد يمكن أيمن حسين للأصابة والأخبار الآن بين يعني منضارب أنه رح يكون موجود أو غير موجود أو غير موجود الفحص الطبي يعني هاي كلها يعني إن شاء الله تحل بصورة طيبة ويكون متواجد مع المنتخب إلى الفترة القادمة إن شاء الله نعم شوفوا مباراة فلسطين يعني مهمة جدا يعني من أهم المباراة خاصة يعني في ملعبك أنت رح تلعب مع فلسطين الفرق المنافسة إليك الآن أنت كوريا أردن العراق مرتبة الثالثة يعني رح لعبون الأول والثاني رح لعبون بيناتهم نعم كوريا والأردن وانت رح تلعب مع فلسطين لو كانت النتيجة مثلا نقول تفوز على فلسطين كوريا فوز تصل إلى النقطة السابعة السابعة أي فريق يخسر من المباراة الكوريا والأردن إذا تكون أول ثاني إذا تعادلوا نتعيب بعد إليك أفضلية نعم تكون بالصدارة المباراة القادمة يعني مع المنتخب الكوري هاي يعني أعتقد في سيول وكوريا دائما يعني شامون في ملعبهم نعم بالفعل غيرهم ملعب يعني لا دليل لحنا معهد أدفوكات نعم بالصفر صفر التصفيات السابقة مع المنتخب الفلسطيني المباراة الأولى الأولى بالتصفيات صفر صفر وإلغاء هدف للمنتخب الفلسطيني داع التسلل فأكيد ممكن التحضرات تختلف عن هذه المباراة لكن المباراة الأهمية المنتخب الفلسطيني نعم كيف تلعب مع المنتخب الفلسطيني كيف تلعب أمام لأننا لن نسوي الأمور كل سهلة نعم بالعاقة الصعوبة سنكون واقعين فريق الفلسطيني لا يوجد في جعبته شيء ومن الممكن عدو مسامة بحلي لاعب المنتخب الفلسطيني ولاعب الأهل المصري نعم الأهل المصري ما يستقطبون لاعب ما يتعاقدون مع لاعب إذا ما على مستوى جيد نعم هذا الأهل المصري على مدارسين طويلة يعني لاعب جيد عدو مسامة بحلي وعدم عدو الدباق لاعبين جيدين للأمام جيدين فلازم يكون هناك التحضير للخط الخلفي يكون بوضع أفضل نعم يعني يكون أفضل من اللاعبين الموجودين في الأمام نعم يعني هو اعتمد على يمكن عدى 3 لعبين كيرمانيني لاعب ذوي الخلطون بالدوريات الأمريكية الجنوبية الموجودة نعم عدى ساردونيا دفاع يسار وعدى كانت يانا وسط يسار أيضا لاعبين جيدين نتكلم على جابر حمد خروب البطاط أبو ورد لاعبين جيدين يعني فريق متمكن نعم مع المدرب حتى ما قدمه في بطولة أمام آسيا الأخيرة خرج من دور 16 مثل ما تخرج من دور 16 أول عام خرج من دور 16 نفس نفس الخلاج منه فعلينا أن يكون تحضير بشكل أفضل بشكل جيد الثلاث نقاط مهمة ملعبنا جمهورنا على مود نكون في الأمام نطينا في الدفعة قوية يعني على الأقل بهذه المباراتين على الأقل نحصل أربع نقاط نعم بالفعل ثلاث نقاط من فلسطين ونقطة من كوريا ويكون وضعك أفضل عندك مبارات الأردن في البصرة تفوز راح تبتعد نعم تبتعد بفارق أربع نقاط إلى خمسة نعم بالفعل وهي مباراة مهمة مع المنتخب الكوري أحمد إذا ما تحدثنا عن المنتخب الفلسطيني منتخب يقدم كرة مميزة تعادل في أولى مبارايات مع المنتخب الكوري خسر بصعوبة من المنتخب الأردني وبالتالي هذا الفريق لا يملك شيء لكي يخسره ومباراة المنتخب العراقي مهمة له كما هي مهمة لعراق هل سوف يتعامل سيد كاساس بواقعية مع هذه المباراة كون أن المنتخب الفلسطيني منتخب مهم في المجموعة أول شيء فريق الفلسطيني فريق قوي والدليل أنه تعادل مع كوريا في سي أول اللي حصل له مع فريق الأردن أنه شوية صاب الغرور قال له كانت تعادلت كوريا ليش ما أطمع بنقاط مع الأردن فنفتح مع الأردن وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف ورغم أنه هذه المباراة ما كانت تعكس النتيجة النتيجة ما كانت تعكس نوعية المباراة الفريق الفلسطيني كان مع الفريق الأردني جدا جيد وكان هو الأفضل في كثير من الدقاء كما قلت الفريق الأردني إذا يقل لك أنا ما أعدي شيء خسر هذا بالعكس هذا رح ينقلب شيء سلبي علينا لكن أنا يدعيني لشوية للتفاؤل نقطة النقطة الأولى أن الفريق الأردني العفو الفريق الفلسطيني ما تجمع إلا قبل السفر بيوم ماحد وحاليا هو اليوم أول وحدة تدريبية له وباتر وقبل المباراة الشغلة الثانية أنه عودة أيمن عودة جدا مهمة جدا جدا مهمة وفي هذا التوقيت وفي هذه المباراة بالذات أيمن حسين لديه ثقل كبير في الفريق العراقي المباراة صعبة جدا جدا أعتقد أنه يجب أن نبادر إلى الهجوم في المباراة بوقت مبكر جدا وأن نعتمد على اللاعبين الذين يمتلكون مهارات فردية وهم خاصة أخص بالذكر علي جاسم وأمين أعتقد ورقتها جدا مهمات لاختراق الفريق الفلسطيني ظاهر الاسترعاءات الموجودة حاليا أحس أنه كاساس يفكر في مباراة كوريا أكثر من فريق فلسطين ليس لأن نوعية المهاجمين أو نوعية اللي يمتلكون المهارات الفردية إذا قارنتها بالاستدعاءات الجديدة تشوف بدون هذا أعتقد بس أمين علي جاسم يعني لاعبين مهاريين بصورة كاملة الفريق البقية كله يمتلك لاعبين ذو صبغة طيب أحمد هناك أسماء جديدة جاء بها سيد كاساس في تشكيل المنتخب الوطني ومنها لوكاس شيلومون وهي قد تكون المشاركة الأولى له مع المنتخب إذا شارك في المباريات وبالتالي هل السيد كاساس لا زال مستمر في تجريب اللاعبين في هذه التصفيات باعتبار أنه هلائك أسماء جديدة تأتي دائما لتشكيل المنتخب محمد الطائي لوكاس عودة أحمد ياسين غياب بعض اللاعبين وبالتالي سيد كاساس كيف يمكن أن نتعامل مع أهمية وجدية هذه المباريات بتواجد لاعبين جدد لأول مرة في التشكيل حقيقة أول مرة استدعاءات كاساس لي شخصيا كانت ما مقنعة بصورة ليست بالقليلة ليش لأن أولا كأس العال مباريات كأس العال ليس مباريات للتجريب هاي نقطة وحدة يعني لوكاس شيء الموانع ما نساعد فينا يعني ما منه معقول أنا أجرب يعني مباراة جدا جدا مهمة تصفات كأس العالم الشئلة الثانية أنه وضع المنطقة وصعوبة السفر والتنقل أعتقد كان الاعتماد على بعض الخبر الموجودة بالدور العراقي كان أفضل منظمها اسم مثلا سعد عبد الأمير وشيركو كريم يعني أنا يعني ما أعلم هناك أسماء شيركو كريم ماسس آرتيم الكثير من بيتر جورغيس يعني الكثير من الإسماء شيركو كمين إيه إذا أقارن شيركو كريم بخاصة يعني الهجوم يعني لأن عندنا أصابات به يعني إذا أقارن شيركو كريم مثلا مع أمين الحمو يعني يعني شاكيد الكفة لشيركو كريم شيركو كريم لاعب سابق عشوف شيركو كريم بالتصفيات السابقة كان من أفضل اللاعبين اللي عندهم ثبات بالمستوى رغم أنه أدفوكات وبيدروفوش لاعبه ظهير أيمن هو لاعب مهاجم لكن أتقن جميع المباريات اللي لعبه وكان لاعب مؤثر جدا حاليا في الدورة السابقة كان لاعب جدا مؤثر الفريقة وحاليا ثلاث جولات من هدافين اللي موجودين هسا حاليا بالدورة العراقية ثلاث هداف وأمجد الأخوان الذين أحمد إذا كنت سمعني أحمد ماذا تتوقع للمباراة وباختصار والله أشوفها مباراة صعبة وبيها هدف واحد كابتن سعد ماذا تتوقع للمباراة وكيف يكون أداء المنتخب الوطني والله أكيد يجب أن يكون أداءنا جيد فنيا فنيا بالضبط تدري سبب السبب نحن سأيمن نعوفه أنت عندك إبراهيم بايش وعندك علي جاسم وعندك يسوف الأمين نعم باختصار كابتن الآن هم متوهجين في الدوريات نعم علي جاسم يشارك لكن تدريبات تكون قوية جيدة وبالتالي كافة المنتخب الوطني بايش وضع زين مع الرياض يسوف الأمين مع الوحدة وضع جيد دائما يكون بها تأخذ تقييم جيد إن شاء الله يكونون جيدين على يعني قدر شون يقول الثقة اللي يضح به المدرب الداعش لاعب يليعبون نعم تكون نتيجة إن شاء الله صارحة إن شاء الله كابتن سعد عبد الحمي شكرا جزيلا للتواجد معنا شكرا لك تحياتي شكرا جزيلا أحمد الجنابي شكرا جزيلا للتواجد معنا في حلقة هذا اليوم والحديث عن الدوري وعن المنتخب الوطني العراقي شكرا إذن مشاهدين كرام كل التوفيق للمنتخب الوطني العراقي في مباراة المقبلة أمام المنتخب الفلسطيني والثلاث نقاط المهمة في مشوار السود الرافدين نحو المونديال المقبل إذن مشاهدين كرام وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم نشكر لكم حسن المتابعة وأدومتم في رعاية الله وإمن اشتركوا في القناة